السلام عليكم و الله يسعد أو أحدكم توزيعت فدورا لها مكان خاص بقلبي لأنها كانت الاحتكاك الأول المباشر بيني وبين عالم لينوكس هذا الكلام كان بعام 2011 وقت اللي كنت عمالي ساوي رسالة الماجستير بالمعهد اللي كنت عمالي أدرس فيه كان في عنا كنا عمالنا نستخدم برنامج الماتلب لعمل محاكات و كونترول و من هاي الأمور فكل الكوميوترات اللي كانت موجودة باللاب كان موجود عليها الفدورا طبعا وقتها أنا ما استخدمت النظام بشكل معمق يعني كان استخدامي محصور على برنامج الماتلب بس من وقتها التوسيع وبالأساس يعني بعد فترة مو من أول يوم استخدمت الكوميوتر اللي كان باللاب عرفت إنها فيدورا بعد فترة لحتى الزملاء اللي كانوا معي بأيام الدراسة هن اللي حكولي عن التوزيع وعالم اللينوكس المهم اللي راح نساوي اليوم إنه راح نراجع فيدورا 35 أنا صار لي عدة أيام منزلها على اللابتوب وعلى ماكينة افتراضية عملية التنصيب مثل عادة لسهولة التسجيل بعملها بماكينة افتراضية ولكن أنا بجرب كل التوزيعات على اللابتوب اللي عندي لسببين السبب الأول لأنه أنا بخليها موجودة على اللابتوب لاستخدمها بشكل كامل والسبب الثاني والأهم إنه اللابتوب موجود عليه كارت شاشة انفيديا فأنا هو وقت اللي توزيع من التوزيعات بتجتاز اختبار الانفيديا فبعتبرها توزيع مناسبة فلهذا السبب أنا كل التوزيعات بجربها على اللابتوب المهم عملية التنصيب فيدورا هي واحدة من أسهل عمليات التنصيب على الإطلاق ما بدها أي خبرة سواء كنت مبتدئ ولا متقدم تقني ولا غير تقني عملية التنصيب هي على مرحلتين أول شي بعد ما ننزل فيدورا من موقعها ننزل ملف الآيزو سواء منكتبها على فلاشة ومنستخدم هاي الفلاشة أو إذا كنا بدنا نساويها بماكينة الافتراضية نستخدم ملف الآيزو مباشرة فأول ما أقلع من الفلاشة رح يزاوي عندي عملية تشيك على النظام لحتى يشوف الهارد وير الفلاشة هل هي سليمة ولا لا بعد ما يجاوزها طبعا هاي مو بس فيدورا اللي بتعملها في عدة توزيعات بتزاويها زورين مثلا وقت اللي رح نشوف رح نعمل مراشعة زورين بنشوف انه بتعمل نفس القصة الويندوز بيعمل نفس الشي خلينا هلا نشوف انه عملية التنصيب متل ما قلت هي عبارة عن مرحلتين المرحلة الاولى أنا عندي شاشة واحدة ضمن هاي الشاشة رح لاقي انه عندي ثلاث خيارات الخيار الاول بختار لغة الكيبور الخيار الثاني بختار المنطقة الثمنية والخيار الثالث بختار الهارد او الاس اس دي اللي بدي نزل عليه التوسيع الشي الوحيد اللي ما عجبني بها ببرنامج التنصيب هو مكان توزيع الازرار زر الموافق وزر بداية التنصيب مثلا رح شوف انه انا بعد ما اختار الكيبورد زر الموافق او الاوكي او الظن موجود بالزاوية اليسار من فوق يعني ما له بمكان التقليدي اللي كل الناس متعودة عليه بعد ما اختار كل هاي الخيارات رح شوف انه زر بداية عملية التنصيب موجود بالزاوية اليمين من تحت فما في تناسق ما في انسجام بين مواقع ترتيب الازرار والشي الثاني انه بعد ما تخلص المرحلة الاولى من عملية التنصيب ما بيعمل اعادة تشغيل تلقائي او ما بيعطيني اي خيار لاعادة تشغيل لازم اني اعملي اعادة تشغيل مانول اي شغلة اللي ما عجبتني بالمرحلة الاولى المرحلة الثانية بعد ما اعمل اعادة تشغيل هي تقليدية ومألوفة اكتر بكتير فانا كلمة علي اني اعمل مستخدم جديد وهون في نقطة كثير حلوة تحتسب لصالح في دوره هو اذا انت كنت شغال ضمن شركة الشركة في عندها data center والداتا سنتر انت في عندك حسابك على data center ايميله وملفاتك فممكن انك تعمل مستخدم كأنتر برايز يعني هذا الحساب بيكون مربوط مع حسابك اللي موجود بالداتا سنتر اللي للشركة اللي انت شغال فيها توقع اني ما شفتها باي توزيع تانية فهي النقطة تحتسب لصالح في دوره بعدين منعمل الكلمة السر منأكد كلمة السر وهيك بتكون عملية التنصيب جازة للاستخدام بالنسبة لفي دوره الشي اللي بيميزها هو انها تحتوي او دائما تستخدم اخر التقنيات الموجودة هذا الكلام مختلف عن اني اقول انه التوزيع بتستخدم احدث البرامج او احدث الاصدارات هي بتستخدم احدث البرامج بس انا عمالي احكي عن شي غير نسخة البرنامج احكي عن التقنية نفسها او الافكار نفسها في دوره دائما بتستخدم الافكار الجديدة على سبيل المثال في دوره هي واحدة من اول توزيعات لينوكس اللي استخدمت نظام الملفات الفايل سيستم البي تي ار اف اس البتر اف اس في دوره كمان واحدة من اول التوزيعات اللي استخدمت الديس بلاي سيرفر اللي هو المحرك المسؤول عن الشاشة الويلاند في دوره كمان هي واحدة من اول التوزيعات اللي استخدمت محرك الصوتيات بايب واير ومثل ما نشوف انه بالاصدار 35 عندي الديفولت سواء كان بالنسبة للديس بلاي سيرفر او للاوديو سيرفر هن الويلاند والبايب واير باعتبارها نسخة باعتبارها توزيع بتستخدم اخر التقنيات فاكيد انا وقت اللي بنزلها رح تيجي عندي مع اخر اصدار للبرامج مثلا بالنسبة في دوره بتستخدم جنوم بشكل افتراضي فنسخة 35 بتجي مع الاصدار الاخير من جنوم اللي هو جنوم 41 طبعا بعد من تعمل عملية تحديث للنظام لانه ملف الايزو لازم انك تعمله تحديث بعد اول تنصيب رح يتحدث الجنوم من ال 41 لل 41 ال 2 هون في نقطة انه جنوم بشكل افتراضي انت اذا كان في عندك كرت شاشة المدمج من ضمن المعالج انتل او اي ام دي او منفصل اي ام دي الجنوم رح يكون شغال على ويلاند بس اذا كان في عندك كرت شاشة انفيديا بعد ما تنصب تعريفات انفيديا وتشغلها جنوم ما بيشتغل مع ويلاند ويلاند عفوا ما بيشتغل مع انفيديا فجنوم رح يرجع يستخدم الاكس او الاكس اول اكس سيرفر او الاكس ايليفن هاي التسميات كلها بتنطبق على محرق سيرفر الليجاسي القديم اللي كل الناس بتستخدمه من 30 سنة او اقدر ويلاند هو البروتوكول الاحدث اللي لحد الان لسه لازمه شغل بس مثل ما قالت انه انفيديا مع ويلاند لحد الان ما بتشتغل بشكل ممتاز فانت اذا عندك انفيديا فاكيد رح تكون عمالك تستخدم الاكس اورج وليس الويلاند اما بالنسبة للبيب واير فهو محرك الصوتيات او الاوديو سيرفر الساوند سيرفر الاحدث اللي عماله يحاول انه يستبدل البالس اوديو بشكل كامل فانا من تجربتي له سواء على جهازي اللي هو عليه او على فيدورا الاثنين واحد اللي عندي جهازي الارتش انا نصبت البايب واير بشكل يدوي فيدورا ايجا بشكل اوتوماتيكي نازل معه فمع واجهت اي مشاكل مع البايب واير الصوت في عالم لينوكس لحد الان يعني ما وصل لمرحلة الكمال بس منتوقع انه يتحسن هذا الوضع مع البايب واير بالنسبة للجنوم اللي بيجي مع الفيدورا فهو جنوم الخام ما في عليه اي تعديلات اي النقطة اللي انا ما بحبها بالجنوم الخام انه الثيم نفسها المستخدام يعني بتحسها قديمة ما لها عصرية ما لها مودرن ابدا هلا طبعا احنا طالما عم نحكي على اللينوكس فانا ممكن خصص التوسيع خصص المظهر بالشكل اللي انا بديها بس يا ريت يعني لو فريق جنوم بيعملوا شوية اهتمام اكبر بالمظهر الخارجي اكتر ما يكونوا عمال هون يستخدموا الثيم يعني صارت اوت ديتد او على الاقل يا ريت يعني فريق فيدورا يعملوا بس شوية تخصيص بسيط للثيم او اللي نظهر مثل مباقي التوسيعات مثل الباب او اس وبون تو كل التوسيعات ارش اه التوسيعات المبنية على ارش وليس ارش يعني كلها بتعمل شوية تخصيص لتعطي طابع مميز لان الكل بيعرفوا انه جنوم بشكلها الخام يعني ما بدي اقول قبيحة ولكن اوت ديتد صارت اديمة موضة اديمة بالنسبة لفيدورا فهي بتجي مع دعم الفلاتباك بشكل اوتوماتيكي الفلاتباك اذا حكيتها بفيديو ماضي او لا بتوقع اني ذكرتها وقت اللي عملنا مراجعة الاليمنتري او اس هي عبارة عن كونتينر لتنصيب البرامج انا بهات الكنتينر بيجي عني البرنامج كامل فمع كامل المكتبات وكل الادوات اللي بتلزم لحتى يشتغل فيدورا بتجي مع هذا الدعم ولكن النقطة اللي لاحظتها او اللي واجهتني بالنسبة لي شخصيا انه بالنسبة للفلاتباك انا في عندي ريبو في عندي مستودع اللي بلاقي عليه اغلب البرامج اللي بتلزمني اللي هو الفلات هاب في دورا اللي عملوه انه هنين عاملين ريبو خاص فيهم بهذا الريبو في عندي برامج فلاتباك بس اللي فريق في دورا هنين اللي عملو لها عملية الباكيجينج اللي حطوها بالكنتينر فما لقيت البرامج اللي انا بيستخدمها بشكل دائم مثلا الاو بي اس ما لقيته الانكسكيب او الجيم موجودين على فلاتباك في دورا بس ما لقيتهن بالفلات هاب لان الفلات هاب المستودع نفسه ما له مفعل فانا رحت وفعلت المستودع بشكل مانول بشكل يدوي طبعا ما له هالامر اللي كبير بالنسبة لواحد بيعرف شو هو الفلات هاب ومجرد عملية جوجل سريعة بتعطيك الريزلت وكيف انك تساويها بس يعني انا بتمنى لو انه كانوا حاطين الفلات هاب بشكل مباشر من ملف الايزون واحدة تانية من القصص مثلا انه في دورا اثناء عملية التنصيب يمكن ما ذكرت هاي النقطة انه بتسمح لي فعل مستودعات او ريبوس الطرف الثالث اللي بتعطيني دعم اكبر للبرامج بس رغم هاد الشي ضل في عندي كتير شغلات ناقصة يعني انا فعلت مستودعات الطرف الثالث واضطريت بعد ما استخدمت النصام يعني اشي بدي دور على برامج بالصوفتوير بالجنوم صوفتوير ما لقيت اي شي عمال يدور عليه فتحت الترميل استخدمت ال dnf اللي هو ال package manager اللي بتستخدمه في دورا dnf search البرنامج الفلاني غير موجود flat pack search البرنامج الفلاني غير موجود اخدت مني وقت لحتى عرفت انه في عندي لسه مستودعات او ريبوس اضافية لازم اني نزلها اللي هي ال rpm fusion كمان رحت لحتى دورت عليها وعرفت انه لازم ضيف مستودعات ال rpm fusion اللي كمان في عندي منها free و non free طبعا ال free مثل ما صلنا بنعرف ليس بالتكلفة وانما هل هي حرة ولا محتكرة فارجعت ضفت ال rpm fusion ضفت ال free و non free ضفتنا ال flat hub لحتى صار في عندي حزمة متكاملة او برنامج او نظام يعني بعد هال خطوة اللي هي ما رح اقلك انه اخدت يوم او يومين بس اخدت فترة لحتى لحتى عرفت انه كيف بدي اضيف هيشالات هي بس مجرد انك بتعمل عملية نسخ لسط للأوامر اللي رح تلاقيها بال terminal تعمل اعادة تشغيل للنظام وبتكون امورك بالسليم اما بالنسبة ل nvidia فهون كمان يعني الوضع رح يكون معقد شوي بالنسبة لواحد مبتدئ لانه كمان التنصيب nvidia على fedora كمان اخد شوية شغل انا برجع بحكي عن حالي انه انا ما اخد مني كتير وقت لاني متعود على هاي الامور اما بالنسبة لواحد مبتدئ فانك تعرف كيف بدك تنصبها وشو الموقع اللي بدك تزوره لحتى تاخد التعليمات منه فهذا الشي بيلبك المستخدم المبتدئ يعني بوبونتو انا عندي زر واحد او برنامج واحد بضغط عليه وهو بنزلي الدرايفرات البوب او اس بيجي في عندي ملف ايزو مستقل مع خاص بالنفيديا فهي التوزيعات يعني فيها شغل شغل احسن من فيدورا يعني فيدورا شغلين شغل ممتاز وفيدورا تعتبرك شركة ليست كوميونيتي ليست اشخاص بوفريين وانما هي شركة فبتمنى انه يكون في عندهم اهتمام اكبر بهالامور البسيطة بهالتفصيلات اللي بتخلي اللي بتجذب ناس اكتر للفيدورا هاي بالنسبة الي شو ارائي النهائي عن فيدورا فيدورا بالنسبة لمستخدم متوسط الى متقدم هي توزيعة ممتازة اما بالنسبة للمبتدئ وخاصة اذا كان في عندك لابتوب مع كرت شاشة انفيديا فرح ياخد منك شوية خطوات ورح اكيد تكون مضطر للمساعدة لحتى تستخدم النظام غير هيك ما عندي اي مشاكل مع فيدورا ما في عندي اي اعتراض عليها فانا شفت هالتوزيعة حلوة بتستخدم تقنيات جديدة ودائما فيها برامج حديثة بنهاية الفيديو تمنى انه يكون عجبكم واستفدتوا اذا عبشبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالنسبة لغير المشتركين المشتركين اهلا وسهلا فيكم على طول ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم بلتي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله اشتركوا في القناة